مرحبا بكم في قناة قضايا محيرة بعدما نشرنا مقطع ثلاثة مخلوقات في منظمة SCP أنهالت عانين العديد من الطلبات لنشر حلقة أخرى تتحدث عن مخلوقات ثانية في منظمة SCP السرية واليوم المخلوق الذي سوف نتحدث عنها يقع تحت تصنيف SCP-173 فئة الكائن يوكلد ويوكلد هي مخلوقات شبه خطيرة لم يتم فهمها بشكل كامل مثل مبدأ عملها وسلوك هذه الكائنات الكائن 173 في الأصل هو تمثال أو دمية ثابتة هو دمية أطول من متوسط الطول البشري لديها ذراعان وساقان ورأس كبير مع وجود بقع حمراء على العينين غير مفهومة ووجه لا يمكن وصفه مكان احتواء الكائن يحتاج الكائن إلى مراقبة مستمرة لكن في حاوية مغلقة بالكامل ومعزولة ليس خطير تنص قواعد زيارة هذا المخلوق على أن ثلاثة أشخاص على الأقل يجب أن يكونوا داخل القفص في نفس الوقت في هذه الحالة يجب على اثنين من الموظفين النظر إلى الكائن باستمرار بدون أغماض العينين وهذا بسبب قدرته فيجب الحفاظ على اتصال مباشر بالوحش حتى لا يبدأ بالتحرك يظهر خليط أحمر على الجدران والأرض في حاوية التخزين ولكن لا يمكن تحديد سبب ظهوره يتم تنظيف الكاميرا من الأوساخ مرة كل أسبوعين في هذا الوقت يتم نقل التمثال إلى حاوية احتياطية تحت إشراف صارا من موظفي SCP قدرات هذا المخلوق لا تزال طبيعة وقدرات هذا الكائن لغزا التمثال الغريب آمن تماما ولا يتحرك ويمكن العملاء الآخرين التحرك بحرية لطالما هناك عميل على الأقل يركز نظاراته عليه بشكل مستمر لكن عندما يتوقف كل الناس للنظر إلى التمثال يصبح عدائي للغاية والحل الوحيد الاتصال بالعين المباشر المستمر للتمثال ويجب على العملاء الذين يدخلون إلى حاوية هذا الكائن التواصل مع بعض وقبل أي شخص أن يرمش يجب عليه إعلام العملاء الآخرين حتى لا يرمشوا في نفس الوقت أو يغلقوا عينهم تم الإبلاغ على عدة هجمات قام بها هذا الكائن قطع رقبة أحد العملاء وأخذ جمجمته وكذلك خنق عميل آخر هذه طريقة المهاجمة لدى هذا الكائن في حالة وجود خرق يتم إرسال عملاء من الفئة الرابعة للقيام بإجراءات الاحتواء لهذا الكائن يبلغ العملاء دائما عن أصوات مثل كشت حجر داخل حاوية هذا المخلوق عندما لا يكون أي أحد داخل الحاوية ويجب على جميع العملاء إبلاغ المشرفين أن حدث أي تغيير في سلوك هذا الكائن المادة البنية المحمرة تظهر على الأرض بشكل غير معروف ولكنها مزيج من البراز والدم أصل هذه المواد غير معروفة ويتم تنظيف الحاوية مرة كل أسبوعين حقائق مثيرة تم إنشاء أول صورة للكائن من قبل فنان ياباني ووفقا لمنظمة SCP إذا رمجت أثناء نظرك لهذا الكائن يستطيع تحريك نفسه ستة أمطار في الثانية الواحدة وألهم هذا الكائن العديد من مخرجي المسلسلات والأفلام وكذلك ألعاب الفيديو مثل دكتور هو وويبينغ انجلز والعديد من الألعاب الكمبيوتر أخبرونا ما رأيكم في التعليقات وإن أعجبتكم الحلقة أخبرونا هل تريدون المزيد من قصص مخلوقات منظمة SCP وإلى اللقاء